عزيزي هاشم مساء الخير فيما يخص سؤال علي أبو عبد العزيز حول الأسباب القائمة أو الكاملة وراء عدم قدرة المنتج المحلي نعم المنتج المحلي من النهوض اعتمادنا على نفسه في الأبصاد العراقي الحالي أنا طبعا سبق أن كتبت دراسة واسعة يعني لحد الآن ما أتذكر متى وإن نشرتها هي دون شك محفوظة في أرشيف كتاباتي ولكن الآن ليست كما يقال تحت يدي فإذا توفرت فرصة الأثور عليها يعني أعيد إرسالها ولكن الآن أكتف بالإجابة على هذا السؤال بالإسناد إلى بعض المعطيات والمبادئ المنهجية العامة الأساسية أولا المنتج المحلي اللي هو طبعا في مستويين بالنسبة للإنتاج المحلي هو إنتاج الطبقة الوسطى والإنتاج الصناعي الكبير ففيما يتعلق بال هم طبعا مرتبطين من ناحية تاريخية يعني باعتبار أنه كل الشركات الكبرى أو الإنتاج الكبير الموسع الرأسمالي مرتبط هو أساسا بصعود الطبقة البرجوازية ولاحقا أن تراكم الرأسمال أدى في ناية المطافلة أن تنشئ مصانع كبيرة وهي طبعا مرتبط أيضا بمرحلة تاريخية معقدة يعني ضمن السياق ما يسمى به تراكم الأول إلى الرأسمال ومجد لا أستفيد أنا فيه لأن هذه كما يقال نظرية تقصدية كبيرة وتوفر إمكانية الحصول على المواد الخام والأسواق في نفس الوقت بالنسبة لي يعني إنتاج وبيع البضاء من خلال المراكز الإمبريالية السابقة في مجرى استحواذها على كثير من القارات فكان بالنسبة له إمكانية تطوير الاقتصاد الكبير والمنتج يعني عملية كما يقال تاريخية طبيعية نسبيا أما في العالم المعاصر طبعا هناك تحولات نوعية كبيرة جرت بالارتباط مع تطور العلم والتكنولوجيا المعاصرة باعتبار أنه يعني هذه الأشياء ممكن توطينها بالحقيقة من دون المروض بمرحلة ما يسمى بالتراكم الرأسمالي تراكم الرأسمالي سيزن بضرورة نوع من العنف والإكراه والهمجية في سرقة أموال الفلاحين والناس البسطة استحواذ على كل ما يمكن استحواذها وتحويلها إلى ثروة ورأسمال كبير ثم إعادة تشغيلها من جديد وتحويل كل هذه الفئات المسحوقة إلى طبقة يعني عاملة أو البرولتارية تأمل في نات المطاف في خدمة يعني هذا الرأسمال وهذه طبعا هي ليست عملية سلبية خالصة بالعكس أيضا تحتوي على أمور إيجابية كثيرة ولكن هذه تدخل ضمن إطار ما يسمى يعني الشرور التاريخية باعتبارها فضائلا وهذه قضية فلسفية الآن ما أعتقدت المضرور للحديث أو الاستفاة فيها فهناك توفرت لهم دون شكل أمكاني يعني جيدة بالنسبة لتطوير الإنتاج الوطني بمختلف مستوياتها الصغير والمتوسط والكبير فيما يخص بالبلدان اللي خطعت إلى يعني استعمار المزدوج من واحد إلى ثاني كما هو الحال بالنسبة للعراق والعالم العربي عموما كله عندما كان خاطعا لفتة طويلة إلى الاستعمار التركي أو الهيمنة التركية بالحقيقة فأدت فينات مطاف إلى يعني القضاء على كل ما فيه من قوة يعني اجتماعية انتاجية وغير انتاجية وهذا ينطبع على كافة البدان العربية تقريبا الاستثناء النسبي هو لمصر وهذا أساسا بالارتباط مع قضية أخرى مرتبطة يعني دخول الفرنسيين وصعود محمد علي باشا وعادها النهضة الأولى اللي جرتها مناكيا بالنسبة للعراق القضية تختلف يعني حصل على استقلاله كما قال الأولي في يعني عشرينيات القرن الماضي وخرج من الاستعمار او متخلف بداي تركي وثماني إلى بريطاني أكثر تطورا رقيا وانفتاحا ولكن أشد خبثا كما يقال وتخريبا من حيث الجوهر ولكن مع ذلك هو أيضا أرسى يعني كثير من الأسس الأولية الأساسية لتطور الاقتصاد يعني في العراق وبدأ تعملية تراكم اقتصادي جيدة في العراق يعني في المرحلة الملكية بغض النظر عن المواقف اللي يمكن أن تتخذ تجاهها فيما يتعلق بالمواقف السياسية والجوهر السياسية والألاقة والبريطانيين وإلى آخرين فصار نوع من التراكم الكبير نسبي في القوى العاملة والإنتاج والرأسمال وبدأت تنشأ يعني معامل ومصانع صغيرة ومتوسطة والتعشت كما يقال بشكل تدريجي الزراعة أيضا مع أنه هناك ثم طبعا رؤى كما يقال يسارية متطرفة بتقول بأنه الإصلاح الزراعة اللي يجرى يعني بعد ثورة 14 تموز يعني هو كان إصلاح يعني اقتصادي كبير يعني في اعتقاد هذه الفكرة ليست دقيقة يعني تهشيم الإقطاعيات الكبيرة وتحويثها إلى مزارع صغيرة ما كان بإمكانه أن يؤدي فيناس المطاف إلى تطوير الزراعة كما ينبغي بشكل سليم وهذه طبعا هذه إشكالية إديولوجية وسياسية وإخلاقية الآن يعني كما يقول في غنى عن تناولها ولكن أيضا احنا نلاحظ ملامحة يعني إذا كانت العراق يعني بدأ عملية عنده اكتفاء وتصدير يعني في المرحلة الملكية لمنتجات الزراعية نلاحظ أنه هو لحد الآن بعد ثورة تموز ولحد الآن يعني هو غير قادر على أطعام نفسه بنفسه وليس مسألة يعني يعني التصدير وهذا طبعا هذا مؤشر واقعي يعني خارج إطار الاعتبارات السياسية الأديولوجية وهذا ينطبق أيضا على الصناعي في نفس الوقت لأنه احنا عدنا أحد المشاريع الكبرى اللي نشأت في المرحلة الملكية تحت أنوان هذا المجلس الأعمار اللي كان هو يخطط أساسا لتطوير الاقتصادي من خلال اعتماد يعني القوة الواقعية وإمكانيات الفعالية للدولة والمجتمع في تطوير يعني مختلف الجوانب الاقتصادية والانتاجية وعملية هذا بدأت تتراكم عموما بشكل جيد جدا يعني إلى حدود الخمسينيات يعني إلى حدود تقريبا 58 يعني إلى الثورة بعدها بدأت عملية انتكاسة من الناحية المطلقة وليس من الناحية النسبية من الناحية النسبية دون شكونات ثم تطورات كبيرة جرت ومصانع وإلى آخره ولكن من الناحية النوعية أو الناحية المطلقة مقارنة بمستوى وتائر التطور الاقتصادي يعني في أوروبا وفي أمريكا وكثير من الدول اللاحظة أنهم مثل العراق والعالم العرب عموما يعني بدأت تخلف خطوات كبرى إلى الخلف يعني يعني يعرف جيدا أنهم مثل العراق في الخمسينيات يعني كانوا أكثر تطورا من الهند ومن الصين وكان هم يرغبون لرغبة شديدة خصوصا هنود للمجيء العراق والعيش والعمل فيه وإلى آخره بل أن كوريا الجنوبية نفسها كان أقل تطورا من السودان إلى عام 1958 من حيث مستوى الدخل الوطني ومستوى الدخل الفرد أو المواطن هناك أمور كهيرة جدا يعني القصد فيها أنه يعني نحن نلاحظ هناك انخفاض كبير فيما يتعلق بتطوير الانتاج الوطني والانتاج المحلي طبعا ما هي الأسباب القائمة وراء هذه الظاهرة تكون وراءها أساسا يعني بضعة أسباب أو جملة أسباب الأكثر جوهرية فيها هو السبب الأيدولوجي السياسي النظم السياسي اللي جاءت في العراق وفي العالم العربي منذ خمسينيات وستينيات القرن كانت تعتمد أساسا على قوى العسكر والانقلابات العسكرية وهذه أغلبها لم تكن يعني شخصيات مؤهلة وكفوة فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص هذا أولا وطرحت فكرة يعني هيمنة السياسة وأولويتها فيما يتعلق بموقفها من الفكرة الاقتصادية يعني الموقف من الاقتصاد لم يبنى على أساس الاقتصادي وإنما يبنى على أساس سياسية وهنا ظهر كثير من النظريات ما يسمى بطريقة تطورا لا رئيس مالي أو الانتقال إلى الشراكية دون المنور بالرئيس مالية أو يعني اقتصاد القفزات وإلى آخره وهذا طبعا كلها كشف في نات المطاف عن أنه يعني هذا سياسة خائبة وليس الدقيقة وليس تعلمية لأنه الشيء المتين في الاقتصاد وفي العلم وفي كل شيء هو التراكم التدريج المنظم هذا كان سبب ثاني يعني سبب سياسي ايدولوجي وهناك أيضا طبعا سبب ثالث اجتماعي وهو أنه المجتمع عموما لم يكن متربيا بعد أو له يعني أسسه الاقتصادية المتينة فالأغلبية السكان اللي كانت تأتي المدن يعني في الأغلب هي أساسا من الريف وكانت تمتل المدن بالأرياح ووجي ترييف المدن بشكل مستمر من فسح المجان أمام المدينة اللي أن تكتفي بذاتها وتطور بشكل تدريجي فهذا طبعا كان يخنق دون شكل إمكانيات الاقتصادية لأنه الدولة والمجتمع كانت تصرف أغلب جهودها في الحقيقة على يعني العيش وتوفير الحد الأدنى من شروط الحياة المادية ومنون أن توفر لها إمكانيات يعني وفرة مالية تشريزي لاستغلالها في المجال الاقتصادي هذا الجانب الثالث الاجتماعي يعني اقتصادي واجتماعي وسياسي والسبب الرابع وهو أيضا غاية في الأهمية لم يكن من حيث الجوار تحول إلى الأكثر جوهرية هو ظهور النفط ودور السلب الكبير في التطور الاقتصادي هو طبعا أنعش بعض الأبه الخارجية ولكن توظيف النفط لم يجري توظيفا يعني اقتصاديا علميا يعني بعيد المدى يعني وذلك تلاحظ أنه بعد مرور خمسين أو ستين أو سبعين سنة العراق لحد الآن معتمد على النفط أساسا تسعين بالمئة تقريبا من الموارد الأساسية هذا الدليل على أنه البقية الباقية عشرة هذه من ثأتي من القمارق ومن أمور أخرى ومن الانتاج المحلي تمكن تصور أن الانتاج المحلي كم نسبة يعني ضئيلة وضحيلة بالحقيقة إلى أقصى الحدود ويعني هذا طبعا أحد الأسباب الكبرى الهائلة اللي أدت بتحول يعني مادة أو سلعة قادرة على أن تستثمر بشكل إيجابي في تطوير الاقتصاد لم تؤدي يعني وظيفتها كما ينبغي وطبعا هذا مرتبط أيضا بالفكر الأجولوجية السائدة وأغلبية اللي جاوة عن طريق الإنقلابات العسكرية هم ناس يعني جهلة وأميين وفاشرين في الحقيقة في الحياة يعني بس يعني صارت الأمور يعني بهذا الشكل بحدد فينات المطاف إلى تركزهم في السلطة فذولا ما كان يمتلكون رؤية علمية دقيقة فيما يتعلق بأولويات تطور الاجتماعي الاقتصادي أنت ما بالإمكان التطور الاجتماعي والاقتصادي الانتاجي بشكل يعني جيد ووتار متواصلة من دون يعني فدى ضابط اجتماعية شرعية نحن كانت عندنا ضابط الموجودة فقط ضابط القمع والإكراه وكلها مرتبطة بالسلطة وليس هناك تمت أمان بالنسبة للمنتج المحلي من أن يجري مصادرتها أو القضاء عليها أو الآخرية المكتمة يعني ضمان كامل وهذا أيضا مرتبط بقضية اسمها قضية الدستور فالعراق لم يكن دستورا ثابتا فقط هذا الأخير وهو دستور أيضا يعني تافه في الحقيقة أفضل هما بدونه أو كما يقول أفضل مؤقت ولا ثابتا سخيف يعني ما طبعا هذه بحصيلة كلها إضافة إلى عامل غاية في الأهمية اللي هو بذاته يجمع كل الأسباب الأساسية اللي أنا اشرت لها سابقا هو مسألة عدم الإسقرار السياسي يعني عدم الإسقرار السياسي يؤدي فينات المطاف إلى تجارب يعني غير متناهية وفي أغلبها غبية وبليدة فما تؤدي فينات المطاف إلى صنع التراكم سواء كان في التجربة والمهن وإلى آخرية والموقف طبعا دون شكل من الإنتاج فهذين السببين سيطرة النفط والسلطة الراديكالية القمعية وعدم وجود رؤية علمية أدت فينات المطاف إلى تدريجيا إفراغ المجتمع من قواه المنتجة بالذات القوى الوسطى يعني أنت تلاحظ أو إحنا ممكن نلاحظ في غضون الثلاثين سنة الأخيرة تقريبا أضم حلة الطبق الوسطى عندنا في العراق فجرى كلها ربطها بالدولة فعندنا الآن حتى المواطن العادي يعني تبررت عنده في النفسية واجتماعية اقتصادية معينة هم الأول والأخير هو كيف يوظف في الدولة يعني الاستقلال عن الدولة غير موجود لسبب بسيط لأنه ما كثمت يعني إمكانية لتطوير الصناعات المحلية بينما في الاقتصاديات العالمية الأخرى كلها ستين بالمئة من تطور الاقتصادي مؤتمد على الطبق الوسطى يعني أنا ذكر في زمني يعني لما كنا احنا صغار واحنا عائلتنا أيضا بالذات يعني كان في البداية ما مرتبطه ولا واحد فيه ما مرتبط بالدولة يعني في النجارة فكنا أن الأصدقاء كلها يعني تجار وصناع وفي ترشية والنجارة وحدادة وعشرات المئات الميهن الأخرى اللي هذه كانت تعمل دون شك على تطوير الدور الاقتصادية وتنشيطها وهذه كان ممكن ترتبط أساسا بالمؤسسات الصناعية الكبيرة ولكن بما أنه الدولة لم تعتمد على مبدأ تطوير الاقتصاد هي لم تطور الزراعة ولم تطور الاقتصاد وإنما اهتمت أساسا بتطوير الجيش والعسكرة والأمن ومسألة ما يسمى بيخصوصا في هذه المرحلة الدكتاتوري الصدامية التصنيع العسكري وإلى آخر وأدخل البلد في حقوب مستمرة هذا طبعا كلها في نائة المطاف يعني أنهكت المجتمع وأنهكت قواه المنتجة وأفرغت المجتمع من كوادر المحلية يعني الآن في العراق من الصعب تحصل على كوادر محلية جيدة في صناعة بسيطة يعني حتى صناعة الطابوق على سبيل المثال أو النجارة أو ما عرف إيش دعك عن المهن ذات العلاقة بالمكائن والأجهزة التكنولوجية المعاصرة هذا تقريبا نشوف معدوم أطلاقا وأن عدمت المدارس المهنية ومستوى التأهيل المدرسة بسير والجامعة حولت إلى مدرسة متوسطة أو ثانوية في أفضل أحوال وإلى آخرين هذه طبعا كلها فينات المطاف يعني أدت إلى الحالة هذه المزرية فيما يتعلق بعدم إمكانية نهوض المنتج المحلي لأنه كيف ينهض الانتاج المحلي من دون توفير هذا الشروط إضافة إلى سياسة المفروضة يكون هناك سياسة مالية واقتصادية مناسبة لدعم المنتج المحلي ستلاحظ على سبيل المثال في أوروبا الآن في ظرف المعاصر لما بدأت هذه الحالة المرضية نلاحظ أنه الدولة هي أيضا بتصرف مليارات الدولار من أجل دعم القطاع الخاص يتعرض إلى خسارة في مختلف الميادين نحن عندنا هذه المسألة غير ممكن أطلاقا هم لحد لا يوفرون أبسط شروط شروط الأساسية ضروري للإنتاج مثل الكهرباء والمي والمحلات والمواد الخام وإلى آخرين فهذه طبعا كلها فينات المطاف يعني هذه السياسة وإن عدم سياسة أيضا قمرقية سليمة ومالية أيضا يعني تدعم الدينار وتستسند وبنفس الوقت تدعم الانتاج المحلي الزراع على سبيل المثال يعني دون أن تفسح المجال أمام الدول الأجنبية الأخرى لإدخال بضائعها يعني ولتكون يعني المفروض قدم مساعدة مساعدة كبيرة إلى المنتج المحلي في هذا المجال من أن يقف على رجليه لأن تعرفوا لهذه الدول الأخرى المتطورة عندما وقفت على رجليها كما ينبغي هي مرت بعقود وأحيانا مئات السنوات يعني مما سلس سنة وسنتين ودعم كبير من قبل الدولة والمجتمع وثم يعني يعني منظومة اقتصادية فاعلة وسوق وطنية كبيرة إلى آخر فهذه هي في حصيلة العامة أو الحصيلة العامة لكل هذه الأسباب بالظواهر هي نأثر عليها في ضعف إمكانية المنتج المحلي من النهوض أعتقد يعني هذا كفاية وكثب بهذا الحديث في الله مع السلام اشتركوا في القناة